السلام عليكم تحية لكل احرار والحرائر داخل وخارج ارض الوطن الفيديو اللي شافوه بارتاجي بزيان عنديرو انكم نذكره مستجدات والاعتقال والاختطاف دي العادي البداحي الاخبار اشكين جديد عادي البداحي اللي شو تم اختطاف ديالو تعسفيا اعتقال تعسفيا من سوق ضرب غلف عادي البداحي مادرش جريمة ماشي مجريم ماشي نهب ملعام ماشي هرب ميزانية الدولة ماشي ارتكب جرائم مالية وسياسية هذه البداحي الدنب الوحيد هو انه افضح منظومة الفساد و افضح العيش الصابر اللي حاكم في هذه البلاد افضح ملفات كبرى تم الاعتقال ديالو دوز تلت سنوات ضلما وعدوانا اضع معكم المرارة بالسجون اضوقت المرارة للعائلة ديالو اضوقت المرارة للأطفال ديالو حرمتهم الابوه وحرمتهم بثبت الحويس والإعلاء القمعية ديالو ان اليوم سنوات الرصاص مستمرة معا مرنا نقطع نقر معا مرنا نقطع نقر معا مقاطعة نقر لانه ما زال مستمر سنوات الرصاص مستمر بالعقلية ديالو بالمؤسسات ديالو بالاجهزة ديالو اللي كتمارس بقمع الأصوات الحرة فضع فساد في البلاد الهكس يجب أن تدخل القنوز والتفضيح الفساد والعكس في المال العام يجب أن تزيع بهم لذلك المثال لهم تمام أي صاحبة فساد البلاد في الأمس المباركة العائلة هادية البداحة عملتها في الفرق الوطنية طريقة جديدة وشاريع كثيرة عن الفرق الوطنية لم نعرف لهذا المباركة ويتم تسلح تعليمات هذا نظام التعليمات لأن عادل البداحي الآن ستقدم ندار عائلتهم الماكلة وسوف تقدم نهار الجمعة النيابة العامة كافة المحاميين وكافة أصوات الحرة المحاميين الأحرار التي تقامون بقضايا الوطن وحقوق الإنسان وقضايا السياسية لأن عادل البداحي هي قضية قضية حرية التعبير وقضية أصوات الحرة لأن عادل البداحي لأن عتقال العادل البداحي تهم كل المحاميين من أجل الدفاع ومن أجل إعطاء معلومات ما هي التهمة وما هو العتقال وكيف 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 هذه نداء المحاميين النقطة الأخرى نحمله كامل المسؤولية للنظام القائم حيث منك تنشي عند المؤسسات والتي تتعب في عتقال سياسي يقول لك لا أخويا لا تتعليمات التعليمات المنكية كانت تحديد من الفوق ونحمله الجهة العليا المسؤولية وممارسة القمعية التي تمارس في أحرار الوطن وفي أصوات الحرة لأن هناك انتهاكات جسيمة لأن النظام قبل أن يأتي العادل جديد قضية ضمانات دولية قلنا أن هناك مواطق دولية معادة دولية سينة علم لا تلزم بهم لا تحترم المواطق الدولية لا تحترم مجموعة من البروتوكولات ومعادة الدولية لحقوق الإنسان ومعادة تعذيب وإلى آخره اليوم كتمارسة القمعية فاعتقال عادي البداحي واعتقال أصوات الحرة هو انتهاك لحقوق الإنسان فأنت الأول والآخر على هذا الاعتقال التأسفية المسؤول النظام القائم لأنك المسؤول وانت الصاهر على هذا الشيء انت المسؤول أول فهذا الاعتقال للعادي البداحي وأي مكره وأي تهمة ملفقة له فأنت المسؤول وعطلق عادي البداحي وكتمنى من الأحرار يجب أن يرد فيديو صغير ويضعون مع أدي البداحي ونشرون على حسابهم فيديو صغير وعطيها واحد ضجة إعلامية أقل حاجة فيسبوكية وداخل الوطن وخارج الوطن ونتمنى من الأحرار يدد برونت كارت ونتمنى من النشاطة العشرينيين لأن هذه البداحي تحتقل في شهر 20 فبراير وأن هذا المساج ممجه النشاطة العشرين فبراير وليس كنت على هذا الشيء فهي جريمة فهي صلاة جنازة على الوطن وهذا المساج ممجهلين كاملين كل أصوات الحرة لداخل الوطن وخارج الوطن والحرية لكافة رمز تضحية والخز والعال هذا النظام القمعي وشكرا وشكرا وشكرا